السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير فيديو النهاردة هنعمل فيه وصفة اسمها تشيزي جارليك ناتس او عقد الجبنة والطوم الوصفة دي عبارة عن عجينة بنفردها على شكل عقدة وبتبقى بتعمل طوم والجبنة انا هعمل العجينة النهاردة بعجينة العشر دقايق يعني هي سهلة وسريعة وممكن تعمليها في اي وقت طبعا كلنا عارفينها وكل واحدة لها وصفتها انا هقولك الوصفة بتاعتي ورب تعجبك انا هقسم العجينة القسمين اول قسم كباية دقيق كباية مية دافية معلقة كبيرة خميرة واثنين معلقة كبيرة سكر والنص التاني من العجينة كباية ونص دقيق واحد معلقة صغيرة ملح وربع كباية زيت وطبعا عشان الطعم الجبنة والتوم فالتغطية العجينة دي هنحتاج لها اتنين معلقة كبيرة زبدة مذابة عايزين جبنة برمجان او جبنة رومي لو ما عنديكش برمجان استخدمي رومي بس لازم تكون يعني قديمة ونشفة شوية وحدقة شوية وعايزين توم اتنين فص طوم او ممكن تستبدليها بتوم بودرة لو عندك عايزين بقى انا هزود عليها جبنة موزاريلا وباسترمة الحشوة دي مش في الوصفة الاساسية دي ممكن تزودين من عندك هنبتدي بقى الطريقة اول حاجة هنحط النص الاول من مقدير العجينة اللي هي جوبية دي ومعاها الخميرة والسكر والماء والماء الدافية بنقلب كده النص الاول ده كويس قوي مع بعضه بالطريقة دي طبعا عجينة العشرة دي دي حلوة قوي بتبقى سريعة لو عايزة تعملي اي وصفة بتعرفي تعمليها على طول مش هتاخد منك وقت هي كمان نجحة على طول انا جربتها في حاجات كتير خليط النحل وفي البيتزا كمان بتطلع نجحة على طول وحلوة بس لو انت عنديك وقت ممكن تعملي بعجينة عادية عشان طبعا هنا بنزود شوية الخميرة انا كده قلبناها خلاص هنسيبها بقى هنغطيها ونسيبها عشر دقيق بس عشان الخميرة تشتغل في العجينة احنا سيبناها كده عشر دقيق بس هنشوفها زي ما انت شايفها هي الخميرة اشتغلت والعجينة بقت حلوة هنزود بقى بقيت المقادير اللي هي الربع كوبية زيت ونحط الملح ونحطه هنا على الديق وطبعا كوبية ونص دقيق هنقلب الزيت هنا كويس الاول بعدين نحط بقى الديق والملح ونقلبهم برضو كويس قوي انا هعجنهم في العجين لمدة عشر دقيق او ممكن تعجنيه على ايدك برضو لمدة عشر دقيق لغاية ما العجينة تلم وتبقى نعمة معاكي خالص وبرضو هنسيبها التغطية بتاعتها انا الصراحة ما بحبش قوي قطع التوم الناي كده في الاكل فعشان كده انا هقطع التوم شرايح كده واسيبه في الزبدة منقوع بحيث الزبدة تاخد الطعم بتاعه انت لو بتحب التوم عادي خلاص ممكن تفرميه عادي وتقلبيه مع الزبدة وطبعا لو عندك توم بودرة برضو ممكن برضو تنفع اوه في الوصفة دي ممكن برضو تستبدليها بمعلقتين زغيرين توم بودرة مع الزبدة برضو بتدي نتيجة حلوة قوي هنسيبها بقى منقوع كده عشان الزبدة تاخد طعم التوم هنا مرت ربع ساعة العجينة ما شاء الله زي ما تشايفة خمرة هيا وجميلة هنبتدي بقى نشكلها ننزل بس شوية الهوى كده وناخد بقى قطعة صغيرة ونبتدي نشكلها هنا هنشكلها على شكل عقدة طبعا الاسم جاي من هنا انها بتبقى شكل العقدة طبعا العجينة بدان مرتاحة معاكي بتتشكل معاكي بسهولة هنعملها كده العقدة الشكل ده بالشكل ده نعمل برضو واحدة تانية هي طبعا الشكل الاولي ده هو ده الشكل التقليدي انا بس حبيت تزود عليها زيادة اني ممكن لو تحبي تحشيها هنهحشيها هنا دي بجبنة موزاريلا طبعا تستخدمي كده ان الشابة كده على خفيف بس عشان تعرفي تحشيها طبعا ما تزوديش الحشو عشان اني برضو لسه هتعمليها على شكل العقدة دي يعني نحط كده شرايح بسيطة رفيعة قوي من الجبنة الموزاريلا تديها برضو طعم احلى و مختلفة شوية يعني برضو هتقفلي تبرومي كده العجينة برضو و برضو تشكليها على نفس الشكل طبعا الوصفة دي حلوة اوي كمقبلات او كعشة خفيف مسلا او فطار خفيف يعني حلوة اوي مختلفة برضو هنعملها على شكل العقدة ممكن نعمل بقى واحدة بالبسترمة برضو نستخدم كده نفردها بنشابه برضو تسهلنا شوية هنحط كده برضو حشوة برضو بسيطة عشان نعرف نقفلها طبعا الخطوة دي زي ما قلتلك ممكن تستغني عنها خالص البرومة كده برضو ونشكلها برضو على شكل العقدة دلوقتي بقى هنبتدي نشوفها هنغطيها زي اه انا زي بدا على فكرة جيمدت معايا فحطيتها شوية في المايكرويف فلما دفيت شوية يعني التوم برضو طلع نكيته اكتر وبقت مشابه جدا بطعم التوم ورحة التوم طبعا هندهنها كده كويس عشان ده اساسي للطعم هو التوم والجبنة وندهن برضو من تحت كده ممكن نعملها كده ندهنها كده روش عليها شوية جبنة برمجان او الرومي او التوركي ممكن بقى بطريقة تانية ممكن تغططيها كده في الزبدة وبعدين تحطيها في الجبنة يعني هي نفس النتيجة تقريبا تشوف اللي بيريحك بقى في الشغل وتعمليه هنا خلصت هنا اول صنية طبعا بتحاول يتحطيهم بعيدة عن بعضهم شوية عشان طبعا هينفخوا اكتر في الفرن وهيدخلوا الفرن على درجة 180 لمدة ربع ساعة هنا طلعت معنا العقد الجبنة والتوم زي ما انت شايفها شكلها حلوة قوي ومتحمرة رب الوصفة النهاردة تكون عجبتك والفيديو عجبك وان شاء الله تجربي الوصفة دي ويا ريت ما تنسنش من لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته